يحصل بقى هل معناه ان الدولار مسلا لما يعني امته هتقل بالنسبة للعملة المصرية مش امته هتقل الدولار امته اصلا خلق يبالك اللي بيحدد سعر الدولار عالميا حاجات كتيرة جدا 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 مش قصة الدولار يقل او يزيد ما هو فيه دول كتير هتتعامل بالعملات المحلية طبعا طبعا لكن مش فكرة ان الدولار امته تقل او تزيد فكرة انه ما يبقاش عليه الضغط خلق يبالك يا عملة التجارة العالمية لغاية دلوقتي الدولار اي دولة في الدينة بتستورد بالدولار فلما يحصل ده امته الدولار انا مش بتكلم هنا محليا انا بتكلم عالميا هتبتدي تقل شوية هتبتدي نحس شوية انه فيه يا جنعان لأ ده فيه حاجة تانية غير الدولار ممكن نقدر نتعامل بيها طيب فيه ناس كتير جدا على السوشال ميديا دايما بيسألوا السؤال ده احنا كافراد طبيعيين مش صحاب منظمات او مش صحاب شركات هنستفيد من البريكس هنستفيد من البريكس لما نلاقي وخلي بالك ده برضو هيحصل كده كده خلال الفترة القليلة قوي اللي جاية لانه خلاص اصل زروة التضخم ابتدت خلاص يعني تخلص نوعا ما فحنبتدي نشوف شوية فرملة في الأسعار هنبتدي نشوف ان الدنيا تبتدي تهدى شوية انه مش شايفين التغيير الكبير بشكل جزري جدا انه هو هو بلحق ده ايه اللي حصل في سعر مش عارف كذا هنبتدي نشوف على بوادر مثلا الربع الاخير من السنة دي او على بداية مثلا السنة الجاية هنبتدي نشوف الدنيا بتدى تهدى انه خلاص بمجرد ما الفيدرال يبتدي يقلل الأسعار الفايدة هنبتدى نشوف أن الأسعار ابتدت تهدى شوية على أقل حتى مش هتزيد بس هنفرمل شوية الأسعار رجوعا للبريكس هنبتدى نشوف أصلا نوع تاني من التجارة هنبتدى نشوف منتجات تانية أصلا دخلالنا بشكل تجارة مختلف لأنه خلاص نوعا ما الدولار وخد بالك أمريكا برضو بشكل ما أولايات المتحدة ابتدت توصل للبيك أو زروة الاقتصاد بتاعها لغاية مثلا نقدر نقول التسعينات والألفنات أي دولة في الدنيا خلقها ربنا لها يعني منحنة قمة ومنحنة نزول فالمرة دي لأ الدور على الصين فمن مصلحة أي دولة أنها تبقى جزء من كيان تاني يجابي حتى الدولار على الصين